تزامنا مع مشاركة مملكة البحرين احتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار أصبو أولا الإصغاء إلى الأطفال والشباب هو المرحلة الأولى لمساعدتهم على النمو الصحي والآمن نظمت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ولجنة التحضير للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام فعالية توعوية متمثلة في إقامة نقاط توزيع المطويات وبعض الهدايا الرمزية على المواطنين والجمهور وزوار المملكة في الشوارع الرئيسية في جميع المحافظات بواقع نقطتي توزيع شارعين في كل محافظة حيث يتمثل الهدف من هذه الفعالية في التثقيف وزيادة الوعي لدى الجميع من أخطار آفة المخدرات استنادا لما تتضمنه المعايير الدولية في الوقاية من المخدرات والتي تم إطلاقها من المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريم التابع للأمم المتحدة وتأتي هذه الحملة التوعوية تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة آفة المخدرات حيث نجحت الإدارة في ضبط 605 قضايا شكلت 570 متهما وذلك خلال الفترة من الأول يناير 2017 ولغاية 31 مايو 2017 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة